موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الحكومة الجزائرية تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية توفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرمية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصدر ذاته أضف أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية بدأ الملك الإسباني فليبال اثنين جولة جديدة من المحادثات مع الأحزاب البرلمانية في البلاد لتحديد تشكيل الحكومة المقبلة والتقى الملك الإسباني بقيادة الأحزاب الإقليمية الأصغر من نافارا وجزر الكناري في الصباح على أن يلتقي بقادة آخرين على مدار اليوم ومن المرتقب أن يلتقي برئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشاز وزعيم الحزب العمال الاشتراكي الإسباني ثلاثاء على أمل تشكيل الحكومة بعد فشل ألبيرتو نونيز بيخو من الحزب الشعبي المحافظ في محاولته لتشكيل حكومتنا الجمعة ويستعد الاشتراكيون الإسبان لخوض مقامرة سياسية كبيرة حيث يفكرون في تقديم عفو جماعي لا يحظى بشعبية عن مئات الكتالونيين في محاولة لإقناع أحزاب المنطقة بدعمهم في الحكومة تشرع لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أشغالها الاثنين للنظري في التقارير والاستماع إلى مقدم الالتسماسات بشأن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية وذلك في إطار الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريش قد أشار في تقريره بشأن مسألة الصحراء الغربية إلى أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ أعلان منح الاستقلال للبلدان وشعوب المستعمرة تتناولان للقضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة إنهاء الاستعمار اقتحم مئات المستوطنين صباحا الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان أن الاقتحامات ضمت أعضاء من الكنيسة وبزراء سابقين اقتحموا باحات الأقصى في مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا تقوسا تلمودية في باحاته في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي في السياق أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن الاعتداءات الوحشية للاحتلال على المرابطات والمرابطين عند بوابات المسجد الأقصى تعتبر جرائم حرب تستدعي من العالم النظر فيها وصلنا إلى ختم الموجزة الإخباري نلتقي على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر